حنا ممكننا متفقين إنك ممكن شوي تيجي وتذكرني بإني مريضة وإني ممكن في أي لحظة ممكن يصير لي أي شيء بي بس أنا بأتطمن عليك تطمن أنا بخير ثم أنت اللي فيك مشكلة شوف كيف بطنك كل شوي قاعد يكبر من كثن الجلسة هذه معك حق فيها أنا لازمني شوي ترياضة فهد أرجوك أفهم كلامي أنا أكثر شيء ضايق منه أنك تشوفني مثل ما أنتبه ليس مثل ما أنا عليه كنت أتمنى بدي المدك علي كثات ساعات عشان تتأكد إذا أخذت الدواء أو لا أنك تدك تقولي اشتكت لك أو حتى أنك تقولي أنا أشوفك إي أنا كذا سوات اشتكت لك وتطمنت عليك بس اشتكت لك وبس يا فهد هذا هو معنى الإطمئنان الحقيقي أي شيء بعد اشتكت لك ما يصل لها أي قيمة